كيف ما عرفتوا اليوم كان توقيع ديالتفاقية مع الفيك كيف ما كتعرفوا ميشي اول اتفاقية وقعتها وزارة التقافة مع الفيك هذه تاني مرة استمرارية ما قامت به الوزارة سابقا وجاب بنقات جديدة المهم اليوم هو كلنا الحمد لله مع منظمات مؤسسات اخرى مؤمنين بان حان الوقت باش ندوزل الماس من الصناعة التقافية الصناعة التقافية ممكن الهاش الدار بدون المعنين بالامر يعني الانتروفيز كولتوري والوجود ديالهم مهم جدا لانهم في الحقيقة سيدي بيوني في هذا المجال التقافي ولا بد ان يكون هناك واحد تعاون واحد دعم واحد تنصيق في مجموعة عندي العمليات اللي غنقوموا بيهم ان شاء الله في السنوات المقبلة باش باكسي لغي هاد البروستيس ديال الصناعة التقافية صناعة التقافية اليوم عبر العالم ممكن تكون حل الاشكالية الاقتصادية ونعتذر ونعتبر بان في المغرب هاد الثناعة التقافية ممكن لها تخلق مجموعة دفورة الشغل يمكن لها تخلق مجالات جديدة بمجموعة عندي الشباب والشابات وميادين الكسرية جديدة وان شاء الله في اطار هذه الاتفاقية وبالدعم الاخت والاخوان عندي المؤسسة وبالدعم الوزارة التقافية معاهم كذلك غير نجح في هذه العملية لان اؤمنوا بان مباشرة ما بعد هاد يعني باش يهبط هاد الوباء والحياة العادية ترجع كانوا يوجدوا مشروع كبير باش نخلقوا يعني فورة الشغل جديدة ميادين جديدة والتحدي يمكن البعض يقول لك احلام ولا عنده هادا ولكن تحدي وانا امن بي بان الصناعة التقافية يمكن لها تفوت مجموعة عندي الصناعات لعندها وجود تاريخي في المغرب غير نكونوا كن امنوا بها ونخدموا يعني القوانين جديدة يمشوف هاد الاتجاعة وهاتي اللي غنخدموه ان شاء الله هاتي اللي غنديرو بهات الشراكة مع مجموعة عندي القطاعات اخرى لعندهم دور كبير في هذا المجال وشكرا لكم شكرا شكرا سيد الوزير كما جاء على تصريح سيد الوزير قطاع صناعة التقافية والابداعية عنده جميع الامكانيات والكفاءات والمواهي باش ينجح كما نجحناه في المغرب في قطاعات اخرى المغرب هو مغرب تقافات هو مغرب الهوية المتنوعة المتعددة كما جاء في الدستور والمغرب عنده رؤية جل صاحب جلال نصر والله لنهوض بهذا القطاع وعندنا اليوم حكومة ووزير اللي عنده ايرادة قوية باش يشجع هذا القطاع باش يصبح قطاع صناعة التقافية الابداعية رافئة للنمو ويلعب دور جلو في في الاقتصاد الاجتماعي في خلق فرص الشوق كما قلت وصيد الوزير في التنمية البشرية وهاد اتفاقية ما شاف هاد اتجاه باش تكون شراكة قوية ما بين قطاعهم وقطاع الخاص اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة